السلام عليكم طالبات نبدأ بدرسنا اليوم اللي هو الأوعية الدموية يوجد في جسم الإنسان ثلاثة أنواع من الأوعية الدموية اللي باللون الأحمر تتمثل بالشرايين لأن بيها دم مؤكسج واللي باللون الأزرق تتمثل بالأوردة التي تحتوي على دم غير مؤكسج والشعيرات الدموية تعمل على الربط بين الشرايين والأوردة في جسم الإنسان إذا أخذنا الأوعية الدموية وخليناها بشكل صاندة ممكن أن يكون طولها مئة ألف كيلومتر أي ما يكفي للدوران حول الكرة الأرضية بمرتين ونصف هذه المعلومة خارجية تخلوها لكم واضح ماما؟ هذه هنانة إذا أخذنا الأوعية الدموية رح نقدر ندور حول كل الأرضية مرتين ونصف ما الفرق بين الشرايين والأوردة؟ أول شيء اتجاه حركة الدم يتحرك الدم في الشرايين من القلب باتجاه الجسم أما في الأوردة ينتقل الدم من الجسم إلى القلب النبض يظهر النبض في الشرايين نتيجة لقوة دفء القلب للدم بينما في الأوردة لا يظهر فيها نبض يتدفق الدم في الأوردة أكسي جاذبية باتجاه القلب بتأثير عاملين هما الأضلات الهيكلية التي تنقض حول الأوردة لتعمل على تحريق الدم باتجاه القلب إضافة إلى الصمامات التي تمنع ارتداد الدم بعض الأحيان يصير بعض الأشخاص الدوالي الدوالي تحدث بسبب خلل في صمامات الأوردة للساقين مما يؤدي إلى تجمع الدم ويسبب دوالي الساقين هذه المعلومة أيضا خارجية لكم ما مطالبين بها تتفرع الشرايين في جسم الإنسان إلى شراينات وتتجمع الشعيرات الدموية لتكون الوريدات والشعيرات الدموية هي موضع التبادل بين الشرايين والأوردة جميع الشرايين تحمل دم مؤكسج على الشريان الرأوي وجميع الأوردة تحمل دم غير مؤكسج على الوريد الرأوي يتكون جدار كل من الشرايين والأوردة من ثلاثة طبقات تتمثل بالنسيج الطلائي والعضلات الملساء والنسيج الضام أنا رح أوضح لكم وظيفتها بس إن تعتكم بالكتاب الطبقات اللي تتكون منها جدران الشرايين والأوردة هي الغلالة الداخلية والغلالة المتوسطة والغلالة الخارجية فقط تحفظي لي غلالة داخلية ومتوسطة وخارجية الشرح اللي من ضمن الغلالة غير مطالبين بي هنا مثل ما نلاحظ بمقطع الفيديو لكل نسيج أهمية خاصة النسيج الطلائي يبطن الأوعية الدموية والعضلات الملساء تساعد على تمدد الأوعية الدموية والنسيج الضام يكسب الأوعية الدموية المرونة هذه أهميتهم أهمية الطبقات الثلاث مثل ما تلاحظون بالمقطع إن الشريان يكون أسمك من جدار الأوردة لأنها تتحمل قوة ضخ الدم في حين جدار الشعيرات الدموية يتألف من طبقة واحدة من النسيج الطلائي الشعيرات الدموية رقيقة حيث تسمح بتبادل المواد من خلالها بعملية الانتشار